اشتركوا في القناة جعل وزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس لجنة كأس العالم 2030 عرضاً أمام جلالة الملك حفظه الله حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي وقد استحضر السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب منذ إعلان جلالة الملك أعزه الله في الرابع عشر من مارس 2023 بكيغالي عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 وكذا إعلان جلالته للشعب المغربي في الرابع من أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالإجماع باعتماد ملف المغرب إسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله أبرز السيد الوزير أنه سيتم تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص ممثل المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات أفريقيا وسيتم أيضاً الرفع من مستوى التعبئة بتنصيق مع كل الأطراف المعنية للتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية إثر ذلك صدق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددة الأطراف تهدف لتوطيد علاقات الشراكة وتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي وطبقاً لأحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين السيد زهير شرفي رئيساً للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وفي هذا الصداد أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة عبر مراجعة القانون المتعلق بها وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة لتشمل فضلاً عن الكهرباء الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة على غرار الهيدروجين ومشتقاته وكذا مجالات الانتاج والتخزين والنقل والتوزيع وذلك بما يسير مستوى النجج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا وطبقاً للممارسات الدولية الفضلة في هذا المجال على صعيد آخر اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية الفين وخمسة وعشرين يشكل تجسيداً للدولة الاجتماعية فيما سجلت فرق المعارضة خضوعه لمنطق محاسباتي جاء ذلك خلال جلسة عمومية حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية سيدة نادي افتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوز القجع خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي وأوضحت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يترجم التزام الحكومة بالاستمرار في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية عامة تناهز سبعة وثلاثين مليار درهم وتخصيص غلاف مالي لقطاع الصحة بما يقارب ثلاثة وثلاثين مليار درهم ودعم التعليم بغلاف مالي إضافي يقدر بـ 12 مليار درهم وتخصيص ما يقارب سبعة عشر مليار درهم لصندوق المقاصة وتخصيص عشرين مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي من جهتها اعتبرت فرق من المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة عشرين خمسة وعشرين يأتي مؤثرا مثل سابقيه بالمنطقة المحاسبة يضيق ومركزا على التوازنات أو مركزا على التوازنات المكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية مشيرة لأنه مبني على مؤشرات وتوقعات غير واقعية وغير قابلة للتحقق صدقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في ختام اجتماع النبل الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم خمسة عشر سبعة وتسعين بالتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإدراب بقى التفاصيل في تقرير لسوكينة مسوية لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصدق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإدراب خلال اجتماع عرف حضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري مشروع القانون حظي بموافقة اثنين وعشرين نائبا ومعارضة سبعة نواب دون امتناع أي نائب عن التصويت خلال هذا الاجتماع قال السيد سكوري إن مشروع القانون خضع لإعادة هيكلات شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم تقليس مواد مشروع القانون من تسعة وأربعين مادة إلى خمسة وتلاتين في هذه المرحلة ومن المرتقب تقليس هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة مشيرا إلى أنه تمت معالجة أكثر من تلتمائة وأربعة وتلاتين تعديلا والإنصاط لكل الأراء المعاردة منها والمؤيدة وبذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائيا من قبل مجلسي البرلمان ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المدربين ويحرص على توازن بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين أشهدت المديرة العامة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية سيد ناردوس بيكيلي توماس اليوم الأربعة برباط بالتزام المغرب لفائدة الاندماج الأفريقي وأعربت في تصريح صحفي عقب مبحثتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج سيد ناصر بوريتا عن تقديرها للدعم الذي تقدمه المملكة لعمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وأبرزت أن هذه الوكالة تطلع بمهمة تنصيق الأنشطة التنموية للقارة وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريعها مضيفة أن لقاءها مع سيد بوريتا مكان الجانبين من الاتفاق حول العديد من المحاول الاستراتيجية الرمية إلى جعل أفريقيا قوة اقتصادية عالمية شهد رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا اليوم الأربعة برباط بريادة والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الاستثمارات الخاصة بأفريقيا وقال خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى الاستثمار الأفريقي أشيدو بريادة صاحب الجلالة وشغفه والتزامه بتعزيز استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا من جهة أخرى أشار إلى أهمية وضع برامج تدعم إيداع الرسميل الخاصة في البنوك لتسريع وطيرة التنمية في القارة مبرزا أن هذه المبادرات ستسهم في تعبئة وتوظيف الأموال المتاحة بفعالية لاغتنام العديد من الفرص التي تزخر بها القارة هذا وانطلقت اليوم أشغال الدورة الخامسة لمنتدى أفريقيا للاستثمار الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع ذات وقع كبير على القارة هذا وأظهرت دراسة أجراء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية أن إحداث علامة صنعة في أفريقيا عالية الجودة تدعمها معايير موحدة وربط أقليمي أنثل أمر ضروري من أجل تعزيز اندماج سلاسل القيمة الأفريقية بقي التفاصيل مع شيماء بك دراسة أجرها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية أظهرت أن إحداث علامة صنعة في أفريقيا أمر ضروري من أجل تعزيز اندماج سلاسل القيمة الأفريقية هذه الدراسة تم تقديمها من طرف رئيس اللجنة الأفريقية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبدو ديوب خلال منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة في أفريقيا المنعقد بالرباط على همش منتدى الاستثمار الأفريقي وأوصت هذه الدراسة بإرساء أدوات مالية مناسبة ووضع إطار تنظيمي ملائم وتوفير تكوينات تستجيب لاحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات اللوجستية ومن شأن هذا المنتدى الذي يضم وفودا من المقاولات الصغرى والمتوسطة من حوالي عشرين دولة إفريقية تعزيز التكامل الاقتصادي القاري من خلال اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع تصنيع في القارة والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قام وزير النقل واللوجستيك سيد عبد سمد قيوح بزيارة عمل إلى جنيف سعت للترويج للمؤتمر الوزاري العالم الرابع حول السلامة الطرقية المزمع تنظيمه من الثامن عشر إلى العشرين من فبراير الفين وخمسة وعشرين بمدينة مراكش باقي التفاصيل مع سحر أميمون خلال زيارة عمل بجنيف ترأس وزير النقل واللوجستيك عبد سمد قيوح مرفوقا بالمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا بنصر بلعجول اجتماعا لللجنة الاستشارية رفعة المستوى للسلامة الطرقية وذلك من أجل الترويج للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي سينعقد في مراكش أولا لكي هم الترويج للمؤتمر الدولي الذي سوف يعقد بمراكش في فبراير الفين وخمسة وعشرين ولي كي عبر على الاتزام دي الحكومة المملكة المغربية فيما يخص سلامة الطرقية الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض المراحل المنجزة على جميع الأصعدة في إطار التحضير لهذا المؤتمر الذي سيجمع أكثر من ألفين وخمسمائة مشارك يمثلون أكثر من مائة وتسعين بلدا في المغرب وهنا بمراكش سنناقش كيف يمكن الاشتغال من أجل استخلاص الدروس من الثلاثين دولة التي نجحت في التقليص من حوادث السير المميتة ولمال أيضا من العشر دول التي بلغت خمسين في المائة من التقليص من هذه الحوادث كما عرف الاجتماع تدارس مسودة إعلان مراكش الذي من المقرر أن يتوج أشغال هذا المؤتمر المقرر انعقاده من الثامن عشر إلى عشرين فبراير الفين وخمسة وعشرين بالمدينة الحمراء قام كاتب دولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن الحسن السعدي بزيارة للعديد من بنيات الصناعة التقليدية بمدينة مراكش باقي التفاصيل في تقرير الرغدة قبل كاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن الحسن السعدي يقوم بزيارة للعديد من بنيات الصناعة التقليدية بمدينة مراكش الزيارة تأتي في إطار الحفاظ على التواصل مع الحرفيين بحضور الغرف الجهوية للصناعة التقليدية التي تعتبر شركا أساسيا في تفعيل برامج الحكومة الرامية إلى الرقي بصناعة التقليدية بالمملكة كتابة الدولة اليوم ارتأت التواصل مع هاد المهنيين والحيرفيين وكذلك بحضور الغرفة ديال الصناعة التقليدية الجهوية اللي كتعتبر شركة أساسي لنا كوزارة من أجل تفعيل مجموعة من البرامج اللي تتعتمدها الحكومة من أجل الرقيب صناعة التقليدية البلدنا هاد الجهة كتساهم في الصادرات الوطنية وكتساهم كذلك في ترويج المنتوج الوطني هاد الزيارات تجي في إطار الجولة التي تقوم بها كتب دولار السعيد الوطني من أجل التعرف على القطاع والإنساط للمنتسبين لهذا القطاع من صناعة وصانيهات وتعاونيات بحسب معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية فإن مراكوش تعد أول قطب لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية برقم معاملات بلغ 7.4 مليار درهم هاد الجهة هاد جهة مراكوش تسافي من بين الجهات الرائدة والمتميزة في قطاع الصناعة التقليدية هي الثانية على مستوى الوطني من حيث عدد المسجالين استيجيل وطني للصناعة التقليدية عملت مراكوش الأولى وطنيا من حيث المسجالين على حسب العمالات جهة مراكوش تسافي أول قطب لتصدير منتوجات الصناعة التقليدية وهي جهة لتشغيل وحد يد العاملة مهمة في هذا القطاع هذا بالمناسبة أكد السيد سعدي عزم الحكومة على الاستمرار في الاستماع للصانع التقليدي وتنزيل وبلورة البرامج التي من شأنها ضمان استدامة كل الأنشطة المرتبطة بالصناعة التقليدية التي تجسد أصالة وعراقة المملكة تنعقد برباط أيام الاستدامة بمناسبة اليوم العالمي للتربية وذلك تحت الشعار نحو إدارة المستدامة للتربية والمياه للتحقيق مرونة أفضل للأنظمة الفلاحية في المغرب تفاصيل مع السؤال أيام الاستدامة بالرباط حذة بيئي بارز يروم تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة ومرونة أنظمة التربة والماء والنبات في مواجهة التغير المناخي من خلال تقديم عروض ومناقشات حول الحلول الفلاحية المستدامة بالمغرب سيتم تنظيم ندوة وطنية لتبادل الأراء والنقاش حول أفضل الممارسات من أجل تعزيز القدرة على الصمود وسيكون هناك أيضا يوم ثاني مخصص للطلاب أما اليوم الثالث فسيكون عبارة عن زيارة ميدانية للتعرف على التحديات التي يواجهها المزارعون وتقاسم بعض الحلول معهم أيام الاستدامة التي تنظم بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمركز الدولي للبحث الزراعية في المناطق الجافة والمعهد الوطني للبحث الزراعي تمثل أيضا فرصة لتقييم تنفيذ العديد من الممارسات الفلاحية بالمغرب وتسليط الضوء على المبادرات التي تعزز الأداء الأمثلة للطربة والمياه الفلاحية كالبرنامج الوطني لتنمية تقنية الزرع المباشر نحن في السنة الخامسة تقريبا وقد أحرزنا تقدما جيدا في هدف الوصول إلى مليون هكتار من الأراضي المغروسة أيضا هناك جوانب أخرى مهمة في مجال حفظ التربة كالزراعة الحرجية وهي برنامج نقوم بتطويره بالتعاون مع شركائنا في الوزارة وشركاء آخرين مثل إيكاردا وستختتم أيام الاستدامة بالاحتفال باليوم العالمي للتربة مع تنظيم زيارات ميدانية لمنصات الزراعة المباشرة وتجارب الفلاحية البيئية أنشطة من شأنها أن تبرز الدورة الأساسية للتربة في الأمن الغذائي وصحة النظم البيئية تم أمس بمقرية المكتبة الوطنية برباط افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الإيكليل الثقافي الذي تنظمه جمعية رباط الفتح لتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس وذلك بحضور شخصيات من عالم الفكر وثقافة والسياسة لنتابع دورة السادسة لمهرجان الإيكليل الثقافي تنطلق بالرباط فعالية ثقافية تنظمها جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة حول موضوع ربط الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة فالدورة السادسة تخسرنا له كشعار ربط الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بغير الذكاء البشري إذن الذكاء البشري هو من يعمل الألغوريثمات والذكاء الاصطناعي يعمل بهذه الألغوريثمات الدورة هذه تهدف إلى طرح ومناقشة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم رؤى حول تأثيراته المستقبلية على مختلف القطاعات الحيوية وأيضا التحديات التي يطرحها من خلال تقديم حلول عملية للحفاظ على القيم الإنسانية والتراث الثقافي في مواجهة هذا التقدم التكنولوجي بين الأفكار التي نخلقها إن شاء الله نهدر على متاق الأخلاقية الدكاء الاصطناعي لأن الكل يخاف من الدكاء الاصطناعي ولكن نحن نبغي نبسطه نفهم الدكاء الاصطناعي الجامعة وأن الناس كلها تعب أن الدكاء الاصطناعي يمكنه يعاونهم حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية عرف أيضا تقديم عروض حول التحول من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ في الذكاء الاصطناعي تجربة المملكة الأردنية الهاشمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدماج الاجتماعي التقارب والتحديات في ذمج الذكاءين حالة الصحة والتعليم والمشاريع التنموية بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتبع ترجمة نانسي قنقر